السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شلونكم حبايب إن شاء الله طيب يرجعنا إليكم فيديو جديد وبأخبار أسطورية عن أرك أسندنت ومخلوقات جديدة أيضا جاية إلى أرك فقبل لا أملش خلوصاني على حبيب محمد الله ما صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إجمعيني نذكر الله ونقول بسم الله ولا تنسونا كالعادة باللايك اللايك جدا مهم الله يسعدكم ودوسوا واشتراك وفعل الجرس وياك يلا لاتس كو طيب طبعا أخبار متنوعة نزلت ممكن البعض منها ما تعجبكم وممكن البعض تعجبكم فخلونا ننتقل إلى الأخبار والصفحة الرئيسية طيب طيب هاي الصفحة الرئيسية حق الأخبار مال أرك طبعا نزلوا عن الأبديت الرودماب يعني الرودماب قبل فترة نزلوا الأخبار عليها هسا سووا تحديث يعني بعض التغييرات بالقرارات وهذه الأمور ونزلوا راين نولتون ما نظر ليش يسمى هذا المخلوق اللي تكلمنا عنه بذيش المرة فاز بالتصويت ما للمخلوقات الجديدة اللي قلنا عليها الحشرة اللي تنتج أمبر اللي ما يعرف شنه هي هاي المخلوق يعني شنو المميزات ما له يرجع للفيديو اللي راح يطلع فوق فاللي يحب يعني يعرف شنو مميزات المخلوق طبعا مثل ما تشوفون بالصورة قدامكم حجم الإنسان مقارنة بالمخلوق هذا يعني حشرة جدا شبيرة راح تكون مختصر هنا عن أرك أسندنت غيروا بعد ما قالوا انه هو بتسعة وربعين دولار والجماعة الكونسول راح يكون بتسعة وثلاثين دولار الريماستر طبعا واللي كان مثلا إذا تحصل بتسعة وربعين دولار تشتري تحصل ويا البيتة المغلقة اللي راح تجي لأرك 2 وهاي الأمور غيروا هذا الشي إذا تشتريها السيء ما راح تحصل على بيتة مغلقة وهاي الأمور أو تحصل أرك 2 وياها ما راح تحصل على هاي الشغلات ولكن اللي صار انه اللعبة راح تنزل ريماسترد على الستيم على البي سي على الاكس بوكس ويندوز بلاي ستيشن فايف راح تنزل بتسعة وخمسين دولار يعني يقول ستين دولار اللي راح يكون يقول البكيج انكلود يعني راح يكون ويا البكيج هذا كامل شنو راح يكون مثل ما تشوفون ماب دا ايلاند اه سورفايفل اوف دا فيتست ايضا اللي راح يكون يعني خلي نقول بتل رويال سكورشد ايرث طبعا سورفايفل اوف دا فيتست راح يكون بماب دا ايلاند اللي قاعدين لعبه وايضا يكون بسكورشد ايرث بالأرض المحروقة ماب فيريانت يعني اول ما راح يطلقون ارك اسيندنت راح يكون يطلقون بالأرك سورفايفل اوف دا فيتست يعني بتل رويال راح ينلعب على الماب الصحراء ايضا ايضا راح يطلقوا يا سكورشد ايرث وايضا ايضا امريشن اكستينشن جنيسيس بارت وان جنيسيس بارت تو وايضا باقي المابات اللي صنعوها صنع المودات مثل فيودور راكنا روك ذا سنتر لوست ايلاند فالغيرو كريستل هاي المابات راح تيجي بعد بالالفين واربا وعشرين يعني نهاية السنة راح تنطلق وبالسنة الجاية راح تيجي المابات البقية فاول المابات راح تكون دني زين الماب الجديد وين ما دري هما قالوا انه اكو ماب جديد ايضا راح ينطلق اول ما تنطلق اللعبة راح اكو ماب جديد راح تيجي ما اعرف فيش وقت الماب الجديد راح يجي ما ذاكرينه هنايا بس ممكن ممكن يجي ويجي ويا مخلوقات جديدة فهما يعني هنايا قائلين بمختصر انه هما شايفين ما يرهم انه يخلون ارك 2 وارك اسندنت سوى تشتريهم وهما اصلا بعدهم ما منزلي لك لا كونتنت ولا شي ولا جيمي بلاي عن اللعبة فيقول ما يرهم انه نخليهم شوى وتشتريهم قبل بعدك ما تعرف عن اللعبة احتمال ما يعجبك تشتري واحتمال انت راح تشتري هذا الاسندنت على مود ارك 2 فيقول احنا بعدنا ما منزلي لكم ايشي على ذاك على مود مثلا انه تشتري اللعبة من حسه فالمهم يعني هما لغوها يعني انت راح تشتري هذا والسنة جاية راح يجي سعر اخر لهذاك فراح تشتري راعني راح يكون مبلغ يعني ما يرادوا يساوونها سوية مختصر ارك اسندنت خليح تشيلكم على مختصر ارك اسندنت شرون راح يكون وي بلان تو سبورت ارك اسندنت وذ نيو فيوتشارت انكلودينج اات لانتش بالاطلاق راح يكون كونتنت دروبت اه يعني قريبا راح يلزلون شغلات اه اخبار عن الارك اسندنت فيديوهات جيمبلاي باع ايشي صور اه مخلوقات جديدة ايتم ايتم جديد يعني مثل الدروعة والشغلات اذاني ستراكتشارز اه ابنية جديدة بنايات باع اسميثي باع شغلات جديدة بالبناء اه اند دي ال سي يعني شنو ماب جديد اند دي ال سي اوكي اول رودماب اه اوكي يقول الروودماب مانه راح يجي بيهاي التغييرات يقول بعض شغلات جديدة اكو ديناميك ناتيفيشن مش اند كريتر فايندينج اوفرهول اي اي باث فايندينج يعني شنو هذا اي اي باث فايندينج يعني راح يكون اكو ذكاء اصطناعي في البحث عن المخلوقات بعض شون يخلون الذكاء اصطناعي بالبحث عن المخلوقات شون هسي احنا عدنا مود كريتر فايندر تبحث عن المخلوقات هذا ايضا راح يكون فاتشي مميز راح يخلونه ايضا فوتو مود راح يكون موجود ايضا راح نيفيديا ديال اس اس هذا اكتب نيفيديا ديال اس اس يراد لك شرح يعني نيفيديا ديال اس اس اقرأ عنه هو تقريبا يجي معناته القراءة عميقة ويعني سرعة في الاداء هي شي شي قراءة عميقة وسرعة في الاداء اقرأ عنه يراد لشرح مطول داينو بايبي مانجمنت كيو اول يعني تقريبا واقعية في البيبي مانجمنت هي شي شي وايلد بايبيز يعني راح يعني راح تلقى بالماب اه مثلا صغار بايبي وايلد شون هسا بالمودات تقدر تضيف مود انه يخلي بايبي بالوايلد موجود هذا الشي ايضا راح يكون موجود سناب بويند امبروفمنت اه سناب بويند جديد للابنية يعني شاركتر كريشن كوستمايزيشن اه الشاركتر راح يكون بي كوستمايزيشن جديد معرف شنوه يعني بالتغيرات الجسم والعيون هاي من الغير كوستمايزيشن جديد راح يضيفون كروس بلاتفورم ملتبلاير انفو بلور برينت مودينج يعني مختصر انه جماعة الكونسل البلاي ستيشن اكس بوكس ايضا راح يقدرون يلعبون مودات اوكي اذا توفرت مودات مثلا اه خلينقول رايم الفيرو هذاني بالمحرك الجديد ارك اسين دينت راح تقدرون تلعبوها ووفروا مودات راح تقدرون تلعبوها مو بس جماعة البيسي اوكي سلونا ننتقل هسا الى كريشير كريشير سبميشن يعني شنو التصويتات على المخلوقات اوكي قال او التصويتات هاي راح تنطلق هالمرة لماب سكورشد ايرث يعني المخلوق هاذا اللي راح تصويت طولها راح يكون موجود بالماب مال الصحراء سلو نجي نشوف المخلوقات اللي راح يطلقوها وتكون لاشي اسمه الماب مال سكورشد ايرث خلينشوف اول مخلوق كاي كار نيف منس مدري شنوه هاذا المخلوق طبعا قرأت عنه طير وصغير يكون حجمه اه هاز اولسو تيت لايك دراغون اوكي السنونا يقول مثل دراغون طبعا سايز اوف كات يكون حجم حجم القط فيكون تقدر تشيله على الكتف اه باسيفلي تيم واذ افش يعني ويا السمك ما منطي معلوماته هواية عليه فخلونا ننتقل الى هذا البطل هذا المخلوق اللي عجبني صراحة هذا المخلوق جدا عجبني هذا المخلوق راح يجي وايضا اكو مخلوق اللي اخر راح يجي بس ما عرف وين الصورته تقريبا خلينقول مثل ترايك ايش شي طيب خلو اجي احتيلكم على هذا المخلوق بمختصر اول شي اذا نشوف من خلال الصورة هاي اه جاينت موها البيوض هذا يعني بس اراح اقول لكم شنو معنات البيوض هذا انه واضح من الصورة يزيد الانكيبينشن يسرع التفقيس البيض السدل صح الوزن يعني الوزن يقدر يشيله هواية وزن وعنده هاي الجمجمة ضربة الجمجمة حجم الانسان راح يكون مقارنة بالش اسمه هذا المخلوق هلقل وعندك السرعة يعني تقدر تستخدمه بالتنقل واذا نشوف هاي الصورة شوفوا شون شاهل يعني هاي دمج الصورة طبعا فبس مجرد يعني انه يبينون حجم المخلوق بس شوفوا بلاتفورم شوفون الصورة من الصورة معناته اكو بلاتفورم تقدر تبنيه فوقا هاوكو هنايا سميثي ودرج تصعد للبياتفورم هذا طبعا هذا الصورة دمج يعني بعدهم ممسوين المخلوق هذا ولكن يعني يقول هاي شي شي تقدر تسوي اوكي يقول لك البرس وات هو مو اسمه جايانت موه اوبي يو لايك هير فيور ريزنوك الكريتشر اه ار بريتي مات فاستس بلاتفورم كريتشر اون دا سكورش ارتان ذي ار سطلو هاي يقصد الجمل هذاك اللي نطلق عليه الجمل يقول هذا اسرع مخلوق اللي عنده بلاتفورم من ضمن المخلوقات اللي عندها بلاتفورم اسرع مخلوق هذا اه وايضا وايضا بطيء فمايفين يقول هذا المخلوق ينطيك اه شي اسمه ينطيك شي اثناء الساند ستروم ساند ستورم يعني العاصفة الرملية اوكي انكيوبيتر تقدم مثل ما كنتم تقدر تستخدمها انكيوبيتر اه بروفيد ويت انكيوبيتر اوكي على مود الويت هسا نيجي جوه نقرأ عن المخلوق بالتفصيل المخلوق شنوه المخلوق شنوه طائر يقول لك هابا يعني هذا شنوه يعني مخلوق باسيف هاربوف نو مو اغريسيف بس اذا تضربه يقول لك اكيد هو يعني راح يكون اغريسيف بيهايفيور يقول لك ايتس نوت اغريسيف انتل اتاكد يعني بعد ما تهجم عليه راح يهاجم عليه نيجي على التايمينج شون تروضه يقول لك ادولت ما كان نوت بي تايمد يعني المخلوق هذا ما تقدر تروضه بالطريقة الاعتيادية ولا انك تجي مثلا يما باسيف اه توتايم موها تحتاج انه تثق تثق بالشسمة تخلي عندك ثقة بالابوين مثلا تلقى ثنيا ميلو فيميل تثق بيهم شون تثق بيهم يقول لك اه يقول لك الموها هذا المخلوق يرسبن مثل قروب يعني ميلو فيميل اه يقول لك الفيميل راح ينزل بيضة جست يعني قبل الساندستروم يعني قبل العاصفة الرملية راح هذا الفيميل ينزل بيضة ايش راح يسوي وهاي البيضة ما تقدر تروح تسوي لبيك اوب يعني مو تروح شفت بيضة اه ابوغل بيضة بيضة واطفر لا ما تقدر ما يصر لبيك اوب اوكي ومن صار العاصفة قبل ايش راح يصير الميل يجي يحمل بيضة انكيوبيت يفقس خلي نقول راح يفق يبدي تفقيس البيضة اثناء تفقيس البيضة على مو تتخلي يتقوم بيك يصير اثناء هذا العاصفة وتفقيس البيضة يصير هجوم عليهم من الحياة البوع راح يصير هجوم عليهم كل ما تقتل حيا راح يزيد نسبة التراست نسبة الثقة راح يثقون بيك بس توقف العاصفة راح تفقس البيضة والبيبي راح يطلع هما الثقة ما لهم واصل بيك مية بالمية زيان بعد هذا ما راح تقدر تاخذ البيبي قبل ش راح تسوي اللي راح تسوي انه مثل ما مكتوب بيبي جروز جوفينيال مادري شنو يعني شوية يكبر بس لازم بها الاثناء بهاي الفترة البيبي ليه ما يكبر لازم ما تخليه فقدون ثقتهم بك يعني صار عليهم هجوم ما قدرت تحميهم او انت بالغلص ضرابتهم هذا الشي قبل راح يصفر الثقة فش تسوي اخذهم ينبيسك مثلا او تبني باطرافهم خلي نقول سبايكس من هذني السبايك على مود لحد يهاجم عليهم لما تنتظر البيبي شوية يكبر وراح يقول تسوي لها ش اسمي تسوي لها كليم وها هي صار البيبي اليك والعادي الفميل والفيملوذي ولك خلي يصير الصفر الثقة مالا القدرات البيك اللي هو ضربة النقرة ماتة بالرايتكليك والليفتكليك الرايتكليك هو كيك مثلا بالرجلين واتة يسوي كيك باورفيل كيك لارج اه بيك اوب بالسي بيك اوب يسوي للمخلوقات او لش اسمه ست اكس يقعد المخلوق جامب سبيس اوكي يعني يقموز وسريع تقدر تستخدمه بالتنقل الرولز اوكي ايغ انكيوبيشن هو يساعدك بتفقيس البيض ايغ ترامب ترانسبورت تقدر تنقل البيض بيه ترافل يعني لانه سريع تقدر تتنقل بيه بيبي سمول كريتشل ترانسبورت اوكي سمول كريتشل مخلوق روقات صغيرة والبيبي تقدر تنقل بيه لانه يسوي لها بيك اوب بالمنقار موبايل تينت تقدر تستخدمه مثل خلي نقول الخيمة اللي تحميك من الحرارة ومنعواصف وهي اوفرهيت هيش شي راح يحميك هذا سيد هارفستر اه راح يسوي هارفست للسيدز ونسيت اقول لكم البيبي بعد ما تسوي لها كليم تقدر توكله سيدز موبيري وانما سيدز تجيب لها البذور اوكي موة تايمينج ايد وهذا شنو ما يقول اه بالعواصف يعني انت ما تقدر بالعواصف دائما تبقى برا لانه حتى لو تشنت على فد مخلوق راح يأثر عليك العاصفة فتقدر تدافع عن المخلوقات اللي نفسها هايب عن المخلوقات الموة عن طريق نفس المخلوق مالك لانه انت مراكب المخلوق راح يحميك من العواصف فتقدر على راحتك تدافع بهم وتزيد الترست وتحصل لك بيضلخ تحصل لك بايبي اللاخ موبايل كلي فارم اوكي تسوي هارفست للكاكتس اند الشي اسمه الساند فشوفوا يسوي هارفست لشينو للسيدز الساند والكاكتس ساب كل شي كلش تحتاجه بكميات على مود تبني البيت مالك من طين فعلى مود جمع تجميع ما لك جدا راح يكون اسطوري للساند والكاكتس ساب عن طريق هذا المخلوق اكو كوما بعد مخلوقات تصويت ولكن هذا اعلى تصويت جايبة فاذا تنتوا تريدون شوفوا هاي المخلوقات اذا تنتوا تريدون شوفكم بعض مخلوقات وهاي الشغلات فكتبوا لي فيابي ابطالنا اللي هنا وصلت لكم نهاية الحلقة تمنى تكونوا استمتعتوا هنا تمنىك واحلقة عجبتكم سبحانك الله بحمدك اشتركنا لايها الناترسل وتبليك شوفوا حقا جايبطال معالف سلامة